في نفس السياق مجلة مجلة أمريكية اسمها كوميونتري مجلة شهرية يعني بتقول الرئيس عبدالفتاح السيسي يرفض إغراءات الغرب لقبول تهجير الفلسطيني كاتب أمريكي اسمه جوناتان شانزر هو نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن كاتب عن معضلة غزة في مصر وقال إن القاهرة رفضت استقبال لاجئين رغم الحوافز والإغراءات التي عرضت على القاهرة من عدة دول على أمل أن تعيد القاهرة النظر في الأمر وكمان في المقال بتاعه قال إنه مع استمرار الحرب والضغوط الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية بيأمل رئيس وزراء إسرائيل ومعاهل أمريكان إنه يحاول يغير الموقف المصري وموقف الرئيس السيسي الذي بدأ صلبا في رفض التهجير ورفض أي صفقات في هذا الإطار ميلي أهو قدام حضرتك أهو المجال الأمريكية دي بتقول مصر وغزة والمعضلة في مصر وغزة بتكلم على الرئيس عبدالفتاح السيسي يرفض إغراءات الغرب لقبول التهجير الفلسطينيين أليس هذا إنجاز؟ أليس هذا فخر؟ أليس هذا شرف؟ أليس هذا رد بليغ؟ بنرفض كل الإغراءات رغم ظروفي رغم ظروفي والأزمات اللي إحنا بنشوفها حولينا دي كلها والضغط على الخنق كله مصطنع بحاولة خنقي اقتصاديا وتصدير أزمات في المية أزمات في الحدود وأزمات وأزمات عشان تضغط علي عشان القرار يطلع زي ما انت عايز لكنه اللي عمل حساباته عملها غلط لأنه محطش في المعادلة نبل وشرف وحضارة صانع القرار في مصر صانع القرار في مصر الإدارة المصرية الشعب المصري المعين الحضاري الذي لا ينضب الراجل اللي عمل المعادلة وعمل الخطة عملها في 56 من 67 سنة وقال ان احنا عايزين هيجي الشعب على الجيش وعلى الرئيس ونعمل كان شوه نعمل كلام اللي قبل كده والإعلام يشتغل وكله ودخل في مشاكل اقتصادية ودخل في مشاكل تموينية ودخل في المؤمية وغيره فالناس تهيجوا يطلعوا كذا ونخلص من الرئيس عبد الناصر ونجيب غيره وفشل بيتكرر نفس التجربة تاني مع شوية تعديلات وشوية تحديثات في ظل بقى مجتمع التكنولوجيا والكذا والحاجات دي كلها والشعب المصري صفعة جديدة للمستعمر القديم صفعة جديدة لكل من تفكر وتسول له نفسه ان يعبث اللي بيراهن وما بيحطش في رهانه حضرة الشعب المصري هيبقى غلطة الشعب المصري خرج في عز الازمة الاقتصادية في عز الازمة الاقتصادية خرج عن بكرة ابيه بشكل ابهر وصدم العالم الصورة دي ابهرت المحبين لمصر لكنها صدمت الكارهين لمصر خد بالك صورة الانتخابات والناس اللي وقفين خلت اللي بيكره مصر في النص دي امهم خلت اللي بيكره مصر يتسببوا عرقا غرقوا في عرقهم خلت اللي بيكره مصر مش طائين نفسهم خلت اللي بيكره مصر يهزوا كل واحد بيطفع يقول اي كلام شوفنا احنا التصافي الشيطانية تصافي للشياطين كده بيطفعوا في الاخر شوفنا كل هذا الكلام لذلك بقول انه خلال هذا العام احنا انتصرنا على اعداءنا بضربات قضية في قضايا وبالنقاط في قضايا اخرى المجالة الامريكية النهاردة بتشهد كمان ادي صنين ودي امريكا